نظمت وزارة التجارة والصناعة ندوة موسعة لدعم الشركات الصغيرة المصدرة لأسواق الولايات المتحدة الأمريكية بهدف زيادة قدراتها التصديرية خلال المرحلة المقبلة وعشرت الوزارة إلى أن الشركات المصرية التي صدرت للولايات المتحدة الأمريكية من خلال وحدة المناطق الصناعية المؤهلة الكويس خلال 2021 بلغت 183 شركة منها 80 شركة صغيرة تبلغ صادرتها مليون دولار أو أقل وعضفت الوزارة أن هذه الشركات حققت مؤشرات إيجابية خلال العام الماضي حيث سجلت نحو 1.2 مليار دولار صادرات للولايات المتحدة الأمريكية